تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية غداً صوب ملعب جذع النخلة لمتابعة لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره السوري في بطولة الصداقة الودية النشامة في اختبار جديد الاختبار الأول بعد الأداء المقنع في نهايات كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019 الاختبار الأول سيكون في بطولة الصداقة الودية وستكون المواجهة الأولى أمام سوريا المنتخب الوطني تفوق على نظيره السوري في النهايات الآسيوية وهو ما يعطي اللقاء بعداً آخر فالنشامة يبحثون عن تأكيد السطوة على نظيرهم السوري فيما يتطلع نسور قاسيون لتحقيق الفوز والثأر لخسارتهم في أرض الإمارات في تال بوركلمنز يخوض التحدي الأول له بعد تجديد العقب ويفتقد في هذه المواجهة لنجم المنتخب موسى التعمري الذي يشارك رفقة المنتخب الأولمبي في التصفيات فيما يتسلح النشامة بقائد الفريق وحامل عرين عامر شفيع بالإضافة إلى خبرة الكبيرة لنجوم المنتخب بهاء عبد الرحمن وخليل بن عطية فيما تشهد التشكيل تواجداً كثيفاً في خط المقدمة بقيادة ياسين البخيت وبهاء فيصل وعودة مصعب اللحام وحمز الدردور لقائمة النشامة من جديد مواجهة قوية ومنتظرة يطمح من خلالها المنتخب الوطني التقدم خطوة نحو إحراز اللقب خلال المشاركة الأولى في البطولة فيما تطمح سوريا لتعويض خسارتها في الافتتاح أمام العراق لحديث أكثر عن هذه البطولة ومشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الدولية الودية ينضم إلينا الصحفي الرياضي يحيى إكتشات نمسي عليك مساء الخير كبير مساء الخير إلى كل مشاهدي قناة المملكة سعيد بداية نتحدث عن جدوى المشاركة مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة الودية ثلاثية مع سوريا والعراق كيف تقيمها بداية؟ طبعا نتعرف هي الآن إحنا أول مشاركة للمنتخب تصفيات كأس العالم تصفيات كأس آسيا في شهر أيلول القادم إحنا لما نبدأ قبل ستة شهر فهذه فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة فيتال حتى يعني يكون الإعداد سليم مئة بالمئة أنا أعتقد أنه فرصة يعني جيدة للجهاز الفني ويسجل للجهاز الفني أنه اختار 28 لاعب 20 لاعب كانوا معاه في كأس آسيا وثمان لاعبين جدد بمعنى وجه رسالة أنه أي لاعب يستحق أن يكون في المنتخب يجب أن يكون في المنتخب 28 لاعب أنا أعتقد أفضل عناصر موجودة حاليا على الساحة الكروية الأردنية موجودين مع فيتال في المنتخب أنا أعتقد أنه ستكون إن شاء الله تجربة غنية ورح تكون بداية خيرة للمنتخب الوطني ولنا ننسى أيضا أن المنتخب الأولمبي على جبهة أخرى سنتحدث عنه بعد قليل يعني في عنا منتخب أول ومنتخب وأنا أؤكد لو أنه ما في مشاركة أولمبية كان شفنا مجموعة كبيرة من المنتخب الأولمبي حاضرة مع منتخب فيتال طيب نتحدث عن مباراة يوم غد الأردن أمام المنتخب السوري مؤخرا في النهايات الأسيوية أكد تفوقه على المنتخب السوري بنجومه أو بنجومه كيف تتطلع إلى موازين القوى في كل الفريقين شوف يعني المنتخب السوري الآن قيادة المدرب في جربراهيم عنده إعادة بناء للفريق يعني الآن عنده عناصر جديدة دخلت على المنتخب في المقابل منتخبنا يسعى إلى تأكيد الفوز ومن حقه تأكيد الفوز في ظل العظل الناصر الموجودة أنا أعتقد منتخبنا قريب جدا للفوز وخاصة أن التشكيل الرئيسي الموجودة في كأس آسيا أو اللي لعبت في كأس آسيا هي اللي بكرة بتكون قوام المنتخب فمنتخبنا يعني راح تكون التجربة فنية غنية بنسميله وبعتقد أنه قريب من الفوز خاصة أنه الفوز مهم لتحسين مركز منتخبنا في التصنيف الدولي نحن نعرف أن منتخبنا يحتلل الآن المركز 97 عالميا إن شاء الله هذه البطولة بتعطيه فرصة حتى يتحسن ويتقدم يعني أعتقد كمان تصنيف الدولي للمنتخب العراقي مركز 80 والمنتخب السوري 83 فهناك فائدة أيضا على المستوى تحسين التصنيف طب الجانب السوري الآن يسعى إلى التعويض مع وجود كوكبة من النجوم مشاهدنا في المباراة الأولى وتفوق عليه المنتخب العراقي يعني لا يفتوى مالك في المدينة ما شاء الله أنت كنت نجة من نجوم الكرة الأردنية لا أتحدث والله لا أقول لك يعني يعني دائما الفوز مهم سواء في المباريات الودية ولا المباريات الرسمية أنا أعتقد فيه حافز كبير للمنتخب السوري المباراة ستكون إن شاء الله من المستوى الفني جميلة لكن حافز منتخبنا سيكون أكبر للفوز عودة مصعب اللحام وحمزة دردور إلى المنتخب كيف ترى حضوظنا في الجانب الهجومي؟ طبعا بجزء ما تفضل زمينا في التقرير في خط المقدمة ما شاء الله بجزء بكرة يكون عند المدرب فرصة كبيرة أنه عدد من اللاعبين المهاجمين موجودين ويختار اللاعب الأفضل يعني الآن عودة حمزة ومصعب عودة ضرورية إلى المنتخب وإن شاء الله مستواهم يتحسن في المباراة القادمة أيضا أن الثمن اللاعيب الذي أضافهم فيتال يستحق جميعا أن يكونوا في المنتخب هل تراها الآن فترة جيدة للمنتخب الوطني مع المدرب الجديد؟ خاصة أن ميزة الاستقرار كانت من أهم العناصر للبناء عليها للمرحلة القادمة أمانا تصفيات كأس العالم أو للمرحلة الجديدة؟ نعم هي مرحلة مهمة خاصة مع دعم سمو الأمير علي رئيس الاتحاد وأسرة الاتحاد للمنتخب وتجديد العقد مع فيتال والبرنامج الإعدادي المباريات الودية مع منتخبات قوية القادمة فبعتقد أنه الآن المنتخب أمام فرصة تاريخية للظهور في التصفيات بصورة مختلفة عن ما شاهدنا في التصفيات السابقة كابتن يحيى دائما الحديث كان قديما وحديثا مخرجات الدوري هل تعطي منتخب قوي؟ أم المنتخب يحتاج إلى معسكرات لوحده بفترة إعداد منفصلة للذهاب على المستوى الدولي؟ أولا واحدا المنتخب نعم الدوري الأردني من أضعف الدوريات حاليا يعني مستوى الفني للدوري الأردني صراحة غير مبشر الدوري الأردني في السنوات السابقة كان أفضل فنيا من ما نشاهده في الدوري في الموسم الحالي إذن ممكن ينعكس على أداء اللاعبين بدنيا أو تكتيكيا خلال هذه البطولة؟ طبعا طبعا أنا أعتقد أن تكون تجمعات المنتخب شبه شهرية حتى يظل اللاعب على تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب نحن لاعبين الفرديين ممتازين بس بالأداء الجماعي للفريق وإختلاف طبعا عدم الانسجام وإختلاف رؤية الجهاز الفني بابيان النادي والمنتخب ممكن هي المشكلة طبعا كيف ترى أداء فيتال منذ خلال البطولة بطولة نهايات آسيا وبعد ما تم التجديد له عم بنخرط حتى في المناسبات الاجتماعية يعني بتحسوا عم بيفهم الثقافة الأردنية طبعا قريب من نفسيات اللاعبين والنفسية شيء مهم يعني أنك تعمل عليها وبعتقد أنه يعني في نهايات آسيا أثبت أنه مدرب على مستوى عالي بعيدا عن مباراة فيتنام لكن إن شاء الله بيكون الآن في المرحلة القادمة أنه عنده الإمكانيات الرؤية أوسع المشاهدة أفضل وإن شاء الله الإنجاز رح يكون أفضل طيب المشاركة في بطولة بحجم هذه البطولة في هذه النسخة قبل شارك المنتخب القطري الآن المنتخب الأردني كيف ترى أيضا هذا التجمع العربي في البصرة طبعا هو أولا التجمع الكروي العربي في البصرة في العراق هو أكبر انتصار للشباب العربي بعيدا عن الفوز والخسارة زي ما تفضلت أنت قبل قليل قلت المنتخب العراق والمنتخب السوري من أفضل المنتخبات العربية ليس الآسيوية بجزء وحتى الأفريقية فأنا أعتقد أنه ستكون فيه فائدة للمنتخبات دائما ما كان يعرف عن لعبين منطقة بلاد الشام لعبين ختاليين في الملعب سواء كان المنتخب الأردني السوري اللبناني المنتخب العراقي ودائما الأنظار تتوجه على اللاعبين للاحتراف في الدول الخارجية نعم خارج المنطقة طبعا تتطفق معي فيها طبعا مئة بمئة طبعا وخاصة أنه حتى اللاعب هذا يكون ماليا بزي يعني الدول المجاورة فبكون الناحية القتالية عنده زي ما فضلت أفضل من بعض اللاعبين المجاورين طيب ننهي الحديث عن المنتخب نتمنى له إن شاء الله التوفيق ننتقل للحديث عن المنتخب الأولمبي مشاهدين من جهة أخرى يخوض المنتخب الأولمبي بعد قليل مواجهة صعبة أمام مضيفها الكويتي في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهايات كأس أسيا تحت 23 عاما في تايلند العام المقبل ويتسلح المنتخب الأولمبي بالعديد من النجوم الشابة يتقدمهم لاعب أبويل القبرصي موسى تامري فيما أكد المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد عبدالقادر على أهمية مواجهة الكويت اليوم المتسلح بعملي الأرض والجمهور هذا وتضم المجموعة أيضا منتخبي سوريا وقرغزستان يعني بالتأكيد مواجهة صعبة للمنتخب الأولمبي أمام الكويت العائد إلى البطولات الأسيوية وأيضا هذا يعتبر منتخب المستقبل المستخب الكويتي يعني هي أنا أعتقد بعد مباراة كوس لأنه بتعرف بس بتأهل الأول من كل مجموعة 11 مجموعة ست مجموعات في شرق آسيا وخمس مجموعات في يعني ست في غرب آسيا وخمسة في شرق آسيا المهمة صعبة وأفضل أربع ثواني أنا أعتقد المنتخب يعني 11 مجموعة بتاع البطول أفضل أربع ثواني مطلوب مننا نتصدر نعم أعتقد أنه أنت لازم تتصدر لأنه الثواني في 11 مجموعة قد الحظ ما يخدمك لأنه 11 مجموعة كثيرة طبعا فأنا إن شاء الله أنه منتخبنا بكون قادر على تحقيق الفوس أنا يعني بأكد منتخب الكويتي منتخب شاب بقوده مدرب كرواتي وتابعنا أخباره بالأمس حتى لاعبي الكرة الكويتي السابقين حاضرين مع المنتخب في المعسكر رفع معنويات دعم إعلامي كبير المنتخب شفناه في سيدني 2000 وعنده طموح يكون في توكيو فالآن أعتقد أن المهمة ليست سهلة على المنتخب لكن إذا راجعنا وراق منتخبنا الأولمبي العناصر الموجودة من أفضل العناصر الكورن أتفق معك نعم الحمد لله يعني معظمهم معظمهم بلعبوا أساسيين مع فرقهم زائد أحمد عبدالقادر قام أردنية رياضية معروفة ساهم في تأهل منتخبنا إلى نهيات الشباب عارف إمكانيات لاعبيننا أكيد أنه تابع المنتخب لكويتيا أعرف نقاط للقوة ورح يعمل على نقاط الضعف ففي أمور إيجابية عند المنتخب إن شاء الله أنه يحقق إنا المطلوب مباراة مهمة وإن شاء الله اليوم بيكون النصر للمنتخب الأردنية يعني يعتمد كابتن أحمد عبدالقادر على سرعة انسجام اللاعبين خاصة أنه اللاعبين نجوم في الدوري المحلي كلهم في فريقه ولكن فترة الاستعداد لم تكن كافية إن لم تكن أصلاً لأن التجمعات كانت صعبة بالنسبة لللاعبين اكتمل مع الفريق في الكويت هل برأيك أحمد عبدالقادر مدحته قبل قليل ولكن هل بقدرته على تحدي الصعب في هذه البطولة؟ طبعاً أنا أعتقد أنه نعم قادر إضافة أنه لاعبيننا أنا إذا طلعنا على محترام لجميع التشكيلي لكن إذا اتطرقنا بعض الأسماء قلنا موسى التعمري قلنا صيصة أحمد ثائر لاعبين رمثة الحوراني فأعتقد المجموعة الموجودة حتى عندها الخبرة لاعبين شباب لكن عندهم خبرة المباريات الفريق ستكون إن شاء الله متوازن في النحياتين الدفاعية صبق وأده مع منتخب الشباب استضفنا كابتن أحمد عبدالقادر وأده بشكل كبير وإن لم يتأهلوا ولكن العديد من الشباب أساعدك في الأسماء نزار الرجدان أنا سحمد محمد بن عطية عمر هاني محمد أبو زريق محمد أبو زريق نعم شرارة ماشاء الله عليها شرارة طبعا بتألق وهذه الحوراني يعني مجموعة اللاعبين إن شاء الله اللاعبين مع بعض كابتن مهند يعني هم خلال الفترة السابقة مع المنتخب معظمهم يعني فين سجام لعبوا مع بعض عارفين إمكانيات بعض عارفين مراكز بعض فأنا بعتقد أنه المنتخب جاهز جاهز إن شاء الله التوفيق بيكون حليفه في مباراة اليوم الجالي الأردنية أيضا حاضرة لدعم المنتخب في الكويت فبعتقد الأمور مثالية إن شاء الله طب حالة يعني إحنا عم نشوفها بحالة مثالية ونترك لك الكلام في هذا المجال منتخب أول بـ 28 لاعب وأيضا منتخب أولمبي وفي منتخب شباب يعني عم نشوف إحنا كم كبير من اللاعبين في المنتخبات الوطنية عم نشوف حالة صحية الآن نعم حالة صحية الآن الموجودة المنتخبات وجزء لو عدنا لسونات السابقة السنوات السابقة ما كنا نشوف زخم هالمنتخبات وكنا نشوف المنتخب بشارك وبعدين ندور على الأسماء مش موجودة الآن لا منشوف المنتخب الناشئين بعد شوية منتخب الشباب بالمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول إذن فيه تراكم كبرات عند اللاعبين أنا بتمنى الأندي تساعد للمنتخبات الأندي يعني الآن لأنه يكون دورينا دوري قوي الدوري القوي بنتج منتخب قوي بيريح الجهاز الفني للمنتخب وبساهم في تطوير اللعب حتى أيضا تغير ثقافة اللاعب لعب المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب في أنه يلعب مع منتخب يلتقي دولي تغير ثقافته عندما يلعب في الدوري المحلي بفائدة فريقه أنا أحكي معك نقاش عرفك متمرس الله يخليك أنا أفتخر أنه أناقش لعب بحجمك كل يأتي منعتز بمهند محادين أنا حكيت لك يعني دائما وأبدا النادي له دور كبير في تطوير مستوى اللاعب يعني ممكن زي ما تفضل قبل شوية أن المنتخب يظل محافظ على مستوى اللاعب بس إذا اللاعب ممكن المدير الفني ما يلعبه ممكن يكون هو مهاجم يراجعه في مركز غير مركزه يكون مدافع قد بوسط متقدم فإحنا دائما وأبدا لازم يكون هناك رؤية ما بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأندي تعاون واجتماعات على مدار العام حتى اللاعب يظل جاهز للمنتخب طيب نتحدث عن النجم اللي دائما تحوم حوالي الأنظار والإعلام ميسي في برشلونة كريستيانو الآن في يوفنتوس محمد صلاح ليفر بول عنا موسى التعمري بدنا نعطي أكبر من الحجم الطبيعي لكن موسى التعمري محترف أبو عيل القبرصي الآن ما حجم تأثيره على المنتخب الأولمبي شوف موسى التعمري الآن هو رمانة الفريق والأمال معقودة على موسى التعمري بالإضافة إلى زملاء لكن الآن إذا وزننا خبرة موسى مع زملاء فارق خبرة محترف يعني الاحتراف أعطاه دور شفناه مع المنتخب الوطني في النهائيات آسيا وشفناه في الدورة القبرصي فالمفروض أنه يكون إضافة واضحة واضحة في التصفيات وأنا متوقع إن شاء الله أنه يكون هدافة التصفيات لأنه أنا شفته في آخر مباراة عادلة مستوى وسجل هدف تاريخي جوز لكل الأخوة المشاهدين شاهدوا بدل على موهبة كبيرة يعتز بها كل أردني نعم كابتن إيحيي اختشاط بدي أشكر شكر على وجودك معنا إن شاء الله من صديفك في نشراتنا وبرامجنا رياضية القادمة الشرف شكرا جزيلا لك